نواصل مشاهدين ضفق الشروق المباشر الحي كالعادة قناة الشروق دائما هي تتجول في مناطق السودان في ولاية السودان المختلف لتنقل روعة المكان وجمال الإنسان نبقى مع الطبيعة الساحرة في الخوي بالتحديد نشوف مناظر مختلفة ومناظر متعددة فيها جوانب ثقافية وجوانب اقتصادية كمان من خلال التقرير القادم إلى كردفان على طريق الانقاذ الغربي انطلاقا من مدينة الأبيض تزفك الطبيعة الساحرة بتشكيلات متنوعة من الأشجار والحشائش الخضراء لمسافة مائة كيلومتر أو تزيد لتوصلك إلى مدينة الخوي درة مناطق عموم در حمر التي ترقد على إرث تاريخي تليد وحاضر اقتصادي غني بالثروات تسكنها قبائل حمر بسورة أساسية ولأنها مركز تجاري قديم صارت وطنا لكل السودانيين وتميز أهلها بحلو الطباع والإلفة والترحاب وكعادتهم أهل الخوي يستقبلونك بالفرح والترحاب يسمعونك من تراثهم ما يشعل في دواخلك جذوة الشباب والحماس الجراري والكدندايا والحاسيس والتويا لا تملك في حضرة هذه الأجواء إلا أن تشارك ولو بإيماءة الرضا عما ترى وتسمع ولتسمية الخوي حكاية مرتبطة جغرافيا بطبيعة المنطقة وهي الآن مركز إداري تحيط به عشرات القرى والمجالس التي تشكل الجانب الرسمي بالمنطقة وبجانب هذا التاريخ البعيد والإرث التليد فهي منطقة خضراء ترقد على الرمال الذهبية الناعمة وتحيط بها غابات من أشجار العرد والصبا والتبلدي تشكل أسوارا متقطعة ووحات صغيرة تسمى محليا صريف وهي متنفس لأهل المنطقة وموقعها الوسط بين مدنتي الأبيض والنهود جعلها قبلة للهاربين من رهاق المدينة والطامعين في هدوء الريف وجمال الطبيعة في فصل الخريف وهي بهذه المقاومات صارت ملهمة للشعراء الشباب حيث أنشئ النادي الثقافي في الخوي قبل الاستقلال وتحديدا في أربعينيات القرن الماضي هذا الوضع خلق أجيالا متعاقبة من الشعراء والمبدعين الذين حملوا الراية على مر السنين حتى وصلوا بها إلى منتدى الأربعاء الثقافي بالخوي والذي أقيم هذه المرة تحت ظلال أشجار الصريف في بادية الخوي ترحيبا بقناة الشروق ويؤكد على أنها ما زالت بكرا شعراؤها الذين تحدثوا عن كل جميل يلفت النظر وما أكثره في هذه البقعة الجمال وليس أدل على ذلك من مروجها الخضراء وفلائها الفسيح بانب الاقتصادي تمثل الخوية المنطلقة الأساس لصادر الضأن الحمري وزادت أهميتها بعد قيام محجر الخوية البيطري وهي تتمتع بمساحات واسعة من المراعي الطبيعية والعناية البيطرية لذا أصبحت الآن قبلة لشركات الصادر وتجار المواشي وبذات الأهمية يجيء الجانب الزراعي والغابي كمصدر دخل مهم لإنسان المنطقة فهي تنتج الدخن والفول السوداني والسمسم بجانب الصمغ العربي وشجرة التبلد تمثل العشق الأزلي لأهل الخوي بالرغم من كل ذلك لم نتمكن بالتأكيد من الإحاطة بكل مظاهر الجمال وتأريخ المنطقة المغروس في عمق الأصالة والعلاقة ومستقبلها الواعد بكنوز الأرض وإبداع الإنسان ولكننا حتما سنعود إذا كان في العمر بقية وبعد الثناء لأهلها الشكر والتحية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر